بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب العزاء في مادتنا المهارات الرقمية للصف الخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم بإذن الله سيكون إثراءات واحد وهو الخاص بالفصل الدراسي الثاني تعلمنا في هذا المقرر وكان عبارة عن ثلاث وحدات الوحدة الأولى كانت عن أدوات البحث والاتصال ومشاركة الملفات والوحدة الثانية كانت عن الوسائط المتعددة والوحدة الثالثة كانت عن التفاعل في سكراتش اليوم سيشوف أدوات البحث والاتصال ومشاركة الملفات الوحدة الأولى في الوحدة الأولى ماذا تعلمنا في هذه الوحدة؟ تعلمنا وحققنا عدة أهداف رأينا كيف نقوم بالتمييز بين أنواع شبكات الحاسب وأيضا كيف نحصل على نتائج أكثر دقة باستخدام محركات البحث ورأينا كيف نقوم بإضافة موقع إلكتروني إلى قائمة المواقع المفضلة الخاصة بنا وأيضا استخدمنا الميزات المتقدمة لمحركات البحث وأيضا رأينا المحادثة باستخدام مايكروسوفت تيم وكيف نقوم بمشاركة الملفات باستخدام الوان درايف وأخيرا رأينا كيف نقوم بإنشاء كلمات مرور قوية لتحقيق الأمان عبر الإنترنت ما هي أدوات دراسة هذه الوحدات؟ رأينا واستخدمنا مايكروسوفت إدج أو المتصفح الخاص بمايكروسوفت وأيضا استخدمنا المايكروسوفت تيم وأيضا الوان درايف الخاص بالتخزين السحابي لماذا نستخدم شبكات الحاسب؟ أحسنتم نستخدمها عادة إما للتحدث مع أصدقائنا الذين يملكون أجهزة حاسب أو لإرسال رسائل واستقبال رسائل بريد إلكتروني وإذا نقوم بتبادل الملفات المختلفة عبر الاتصال بالإنترنت سؤال آخر كيف تتصل أجهزة الحاسب ببعضها؟ أحسنتم لدينا عدة طرق لاتصال الأجهزة الحاسب مع بعضها البعض إما أنها تتصل باتصال سلكي بواسطة أسلاك مادية أو أنها تتصل بطريقة لا سلكية الطريقة التقنية الأولى الخاصة بالاتصال تكون عادة بالتقنية السلكية أو الوائرد الخاصة بالاتصال وتكون عبارة عن أسلاك حقيقية وواقعية أو مادية يتم توصيلها بأجهزة الحاسب التقنية الثانية الخاصة بالاتصال وهي التقنية اللاسلكية أو الوائرلس نتورك يكون هنا استخدام البلوتوث أو تقنيات الواي فاي أو الواي ماكس أو الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللاسلكية طيب كيف أحصل على شبكة حاسب أحسنتم للحصول على شبكة حاسب أن نقوم بتوصيل أكثر من جهاز حاسب مع بعضهم البعض فنحصل على شبكة حاسب طبعا هناك نوعان من الشبكات تعتمد على موقع الحاسب المتصل طيب ماذا نطلق على هذا النوع من الشبكات أحسنتم شبكة حاسب محلية أو الـ Local Area Network تكون موجودة في نفس الموقع أو في نفس الغرفة أو في نفس الموقع الجغرافي فتعتبر محلية لأنها في نفس الموقع هل الأجهزة قريبة من بعضها البعض مكانيا في اللان أو شبكة اللان؟ نعم أحسنتم تكون عادة في نفس المبنى أو في نفس الغرفة فتعتبر قريبة من بعضها البعض طيب ما هي شبكة المنطقة المحلية أو اللان؟ نعرفها بأنها شبكة محلية صغيرة عادة لا تكون أكبر من فصل دراسي أو طابق أو مبنى وعادة المدارس أو معامل المدارس تستخدم اللان أو الشبكة المنطقة المحلية طيب ماذا نطلق على هذا النوع من الشبكات؟ لاحظوا جدة مدينة جدة ومدينة الرياض أحسنتم تعتبر شبكة حاسب موسعة أو الوايد أيريا نتورك هل الأجهزة بعيدة عن بعضها البعض في شبكة الوان؟ نعم أحسنتم تعتبر باعتبار أنها موقعها الجغرافي بعيدات عن بعض فهي تعتبر بعيدة عن بعضها باعتبار أنها شبكة حاسب موسعة أو واسعة طيب ما هي الشبكة أو ما هو تعريب الشبكة المنطقة الواسعة؟ نعرفها عادة بأنها شبكة كبيرة عادة ما تكون شبكة تغطي مدينتين أو بلدين فعلى سبيل المثال تستخدم الشركات الضخمة المتعددة الفروع شبكة المنطقة الواسعة أو الوان لربط مكاتبها حول العالم ننتقل للشبكة الأكبر والأوسع والأكثر عالمية وهي شبكة أحسنتم شبكة الإنترنت شبكة الإنترنت هي عبارة عن شبكة عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين أجهزة الحاسب حول العالم وهي أكبر شبكة موجودة اليوم وتربط ما بين الشبكات العامة والخاصة في المؤسسات الحكومية والأكاديمية طيب لماذا نطلق على الشبكة العنكبوتية العالمية www أحسنتم هي اختصار لكلمة الورد وايد ويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية طيب ما الفرق بين الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية نجد أن لدينا هناك فرق بين الإنترنت نجد أن الفرق هو أن الإنترنت هي عبارة عن شبكة من أجهزة الحاسب المتصلة التي تعمل عليها الشبكة العنكبوتية العالمية بينما www تعتبر الصفحات التي نراها عندما نكون متصلين بالإنترنت طيب دخلت إلى موقع إلكتروني وأعجبني كثيرا ولكن عندما عاودت الدخول للشبكة نسيت العنوان فماذا أحتاج لفتح صفحة الموقع؟ أحسنتم نحتاج إلى محركات بحث فلماذا وجدت محركات البحث؟ أحسنتم وجدت حتى نستطيع لأنه يصعب علينا حفظ الرابط الخاص بالموقع فمحركات البحث تساعدني في العثور على الموقع ومجرد كتابة اسم الموضوع الذي أريد البحث عنه فإذا محركات البحث ما هي فائدتها وما أشهرها؟ أحسنتم فائدتها تساعدنا في البحث عن المواقع الإلكترونية المتعلقة بموضوع أو بكلمات مفتاحية معينة نكتبها أو وعادة طبعا أشهر محركات البحث هو محرك الجوجل أو محرك البنك الموجود في الصفحات طيب ما هي طريقة استخدام محركات البحث؟ نستخدام طبعا طريقة محركات البحث نقوم بفتح صفحة المايكروسوفت إدج ثم بعدها نقوم في شريط العنوان بكتابة www.ping المحرك البحث الخاص بمايكروسوفت إدج بعدها نقوم بكتابة اسم الموضوع المراد البحث عن مثلا نفترض أني أريد البحث عن مشروع حديقة الملك سلمان بعدها نقوم بالضغط على انتر أو بحث أو علامة العدسة المكبرة فيقوم باستعراض عدة مواقع أو عدة روابط من خلالها أستطيع الضغط على الموقع الذي أحس أنه هو فعلا يخدمني في موضوعي الذي أريده طبعا نلاحظ هناك صور عن الموضوع الذي قمنا بالبحث عنه أو رابط خاص بالموضوع الذي بحثنا عنه وبهذا نحصل على علامة تبويب جديدة للصفحة ونستطيع الحصول على الموضوع الذي قمنا بالبحث عنه طيب سؤال كيف أنتقل بين صفحات الموقع؟ أحسنتم توجد هناك في الموقع لدينا أسهم خاصة للذهاب للأمام فورورد أو ذا أو الرجوع للخلف فأستطيع التنقل بين الصفحات من خلال التنقل بين الأسهم الموجودة في أعلى الصفحة طيب محرك البحث كيف نبحث عن موضوع معين في محرك البحث؟ لنفترض محرك بينك أحسنتم نقوم باستخدام عادة تخصيص البحث أو كتابة ما نريده من خلال استخدام كلمات ذات الصلة في الموضوع المراد البحث عنه طيب سؤال آخر كيف يتم ذلك؟ لمساعدتنا نقوم باستخدام أو لكتابة مثلا مشروع الرياض ممكن نقوم بكتابة مشروع الرياض حتى نستخدمها بطريقة واضحة تكون كلمات أكثر حتى تدل على الموضوع بشكل أكبر طيب ما هي الطريقة المثلة للحصول على بحث أفضل؟ أحسنتم لدينا طريقتين إما نقوم بكتابة أكثر من كلمة واحدة للبحث مثلا مشروع الرياض أرت بدلا من كتابة مشروع الرياض أو نقوم بكتابة كلمات وصفية إذا لزمني الأمر ذلك طيب كيف أبحث عن مكان أو منتج في موقع معين؟ ما علي إلا فقط كتابة اسم الموقع في محرك البحث طيب كيف أخصص البحث بشكل أكثر تحديد للموضوع أو كيف أقوم بتخصيص البحث عن صفحات بها عبارات معينة؟ عادة نقوم باستخدام علامة التنصيص وهي عبارة عن حرف الطاء مع مفتاح الشفت نستطيع كتابة الكلمة المراد البحث عنها في محرك البحث أو في شريط البحث وبعدها بعلامتي أو بالكوتاشنز ماركس تحصر بين الكلمات حتى يتم تخصيص البحث بشكل أكثر فنحصل على الموضوع المراد البحث عنه بشكل أكثر دقة طيب هل جميع المعلومات على الإنترنت صحيحة؟ أحسنتم طبعا لا ليست جميع ليس ما يتم تقديمه على الإنترنت صحيحا فعلينا أن نفكر دائما في مدى صحة تلك المعلومات والأخبار على الإنترنت إضافة إلى السؤال من نثق فيهم أو من المصادر الموثوقة فعلا فليس كل معلومة موجودة في الإنترنت هي صحيحة وسليمة طيب سؤال آخر موقع إلكتروني مفضل أزوره دائما كيف أحفظ رابطه؟ أحسنتم نقوم باستخدام المفضلة وهي موجودة عادة في إحدى أدوات محركات البحث الموجودة في الصفحات الإنترنت كيف يتم إضافتها؟ ما علي إلا فقط أن أقوم بالضغط على النجمة فأقوم بكتابة اسم الموقع وأستطيع إعادة تسمية اسم الموقع وبعدها أقوم بالضغط على تم يتم حفظ الموقع إلى قائمة المفضلة في جهاز الحاسب لدي طيب أحيانا تواجهنا تحديات أو أخطار طبعا إذا هناك شخص يجعلك تشعر بعدم الارتياح أو يهددك عبر الإنترنت عليك أن تخبر والدك أو أخوك أو معلمك عنه حتى لا تتعرض لأي مشكلة أو خطر في المستقبل طبعا ما هي الاستخدامات الأخرى لمحركات البحث؟ نستطيع أن نطرح أي سؤال ممكن مثل كم عدد الثواني في اليوم؟ كم عدد سكان المملكة العربية السعودية؟ أيضا نستطيع إجراء العمليات الحسابية والرياضية باستخدام أيضا محركات البحث طيب هل توجد استخدامات أخرى لإنترنت غير البحث؟ نعم رأينا أننا نستطيع استخدام ممكن للتواصل مع الآخرين عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو الفيديو وأيضا نستطيع مشاركة الملفات مع الآخرين طيب ماذا نستخدم لإرسال الرسائل الإلكترونية؟ عادة لنستخدم الإيميل أو البريد الإلكتروني وهو يعتبر أشهر طريقة لإرسال الرسائل الإلكترونية ما هي أهم أو أشهر المواقع البريد الإلكتروني المجانية؟ لدينا جوجل جيميل ولدينا أيضا ياهو وأيضا برنامج الميل الخاص بنظام الويندوز في شركة مايكروسوفت طبعا هل تصل رسالة إلكترونية فوريا لأختي الموجودة مثلا في الدمام؟ نعم أحسنتم عادة تصل حتى لو كان الشخص موجود في منطقة أخرى فإن الرسالة فوريا تصل للشخص المرسل إليه طيب هل تتواصلوا مع أصدقائكم عبر الإنترنت؟ نعم نتواصل كثيرا باستخدام الأجهزة الذكية وأجهزة الحاسب يتم التواصل بشكل مستمر مع الأصدقاء والأقارب ما هي أداة التواصل؟ أحسنتم نستخدم عادة التشات أو المحادثة للتواصل مع الآخرين طبعا خلال جائحة كوفيد-19 استخدمنا التعليم عن بعد واستكملنا العملية التعليمية من خلال منصة الدرستي هل تذكروا ما هو البرنامج المستخدم لتقديم الدروس الافتراضية؟ نعم أحسنتم استخدمنا برنامج المايكروسوفت تيمز وكان عبارة من خلال هذا الدرس نستطيع تقديم الدروس الافتراضية مايكروسوفت تيمز يعتبر من أشهر البرامج التي قدمنا أو تم تقديم الدروس الافتراضية ما هي ميزات هذا البرنامج؟ يعتبر طبعا برنامج مجاني نستطيع تنزيله من متجر مايكروسوفت لا بد الشرط الوحيد المهم في هذا البرنامج أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني خاص بشركة مايكروسوفت طيب كيف نبدأ باستخدام التيمز؟ رأينا مجرد أني أقوم بالذهاب أو بالبدء باستخدام البرنامج وتحميله إلى جهاز الحاسب ومن ثم الذهاب من قائمة ابدأ وأفتح البرنامج مايكروسوفت تيمز أقوم بتسجيل الدخول خلال حسابي بالمايكروسوفت وبعدها أقوم بالضغط على نيكست أقوم بإدخال كلمة السر أقوم بكتابة اسمي الذي سيظهر أمام أصدقائي ومعلمي وبعدها أقوم بالضغط على متابعة فبعدها أبدأ أكون جاهزة باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز طيب كيف أرسل دعوة لصديقا باستخدام تيمز؟ رأينا أيضا أننا نستطيع العثور على أشخاص وتوجيه دعوة لهم من خلال الضغط على إضافة أو إرسال دعوة طيب كيف سيكون شكل الدعوة للتواصل؟ نجد أنه يتم استقبال الدعوة لصديقي أو لصديقتي أو أختي من خلال هناك مثلا مرحبا سلمان سعود كيف حالك؟ هذه دعوة للتواصل فيتم قبول تلك الدعوة طيب ماذا تفعل إذا وصلك اتصال من مجهول وعاود الاتصال عليك مرارا وتكرارا أحسنتم لا بد أن نحذر من قبول أي شخص يتم اتصاله ويعتبر مجهول لدينا نخبر طبعا معلمي أو معلمتي أو عائلتي أو والدي أو عن أي جهة اتصال غير معروفة وممكن نقوم بإبلاغ مايكروسوفت تيمز طيب كيف أمنعه من الدخول على حسابي الخاص؟ أحسنتم من خلال استخدام حضر أو بلوك فيتم بهذا الطريقة حضرهم ومنعهم من الدخول إلى حسابي مرة أخرى طيب هل أستطيع مشاركة الصور والملفات أثناء المحادثة في التيمز؟ نعم رأينا نستطيع أن نقوم باستخدام المشبك أو الخاص بالملفات لإرسال أي مرفقات مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات وأيضا نستطيع إرسال استخدام الرموز التعبيرية من خلال التعبير على المشاعر اللي هي الإيمو آيكونز طيب سؤال آخر هل بإمكاني إرسال رسالة لصديق غير متصل؟ نعم نستطيع إرسال أي رسالة حتى لو كان الشخص غير متصل بالإنترنت فمجرد باتصاله بالإنترنت يتم وصول الرسالة إليه مباشرة طيب هل يستطيع الجميع معرفة أنني متصلة ومتاحة للتحدث مع الآخرين؟ نعم نستطيع من خلال أدوات التيمز أن يعرف الآخرون إذا كنت موجودة ومتصلة بالإنترنت كيف يتم تعيين الحالة أو الستيتوس في التيمز؟ يتم تعيينها تلقائيا وممكن أقوم بتغييرها يدويا في أي وقت أنا أريده ما هي الحالات؟ ممكن أكون متاح أو يكون الشخص متاح أو available عندما تكون نشطا في Microsoft Teams أو ممكن تقوم بتغيير الحالة إلى البيزي أو مشغول إذا كنت تريد التركيز على شيء ما وتريد فقط أن تصلك الإشعارات وممكن تقوم باختيار ممنوع الإزعاج أو دونة disturb عندما تريد التركيز أو مشاركة شاشتك ولا تريد أن تصلك الإشعارات أيضا الحالات الأخرى عندما أو سأعود حالا بwrite back عندما تريد الإشارة إلى أنك غير متوافر مؤقتا أو الظهور بالخارج أو appear away عندما تريد العمل دون الحاجة للاستجابة الفورية طيب فكر معي متى نحتاج في التيمز لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو؟ أحسنتم نستطيع إما للتواصل الشخصي أو لعمل اجتماعا بعد في حالة السفر أو الانتقال لمكان بعيد طبعا كيف نجري مكالمة الفيديو؟ رأينا أن هناك في تيمز فيها الشاشة الخاصة بالفيديو وفي أيضا الشاشة أو الصورة الخاصة بالهاتف إذا أردنا إجراء مكالمة صوتية نقوم باستخدام الهاتف إذا أردنا إجراء مكالمة فيديو نقوم باستخدام الكاميرا وبعدها يتم الاتصال بالشخص الآخر بمجرد ما يتم تلقي الاتصال إلى الشخص الآخر يستطيع إيقاف تشغيل صوت المايكروفون أو إعادته أو يقوم بإنهاء المكالمة أيضا من الأدوات الموجودة في المكالمة الفيديو أو الصوتية أيضا يستطيع إضافة أشخاص إلى المحادثة وتصبح بذلك المحادثة جماعية أو يتم إيقاف تشغيل الكاميرا وعدم تشغيلها فتصبح المكالمة فقط صوتية طيب هل يمكننا مشاركة ملفاتنا مع أصدقائنا في التيم نعم نستطيع أن نقوم بعمل شيرينغ أو مشاركة للملفات غير طريقة إرسالها إلى البريد الإلكتروني طبعا ما هي الأشهر المواقع التي تتيح لنا مشاركة مجلداتنا وملفاتنا مع أصدقائنا أحسنتم لدينا عدة برامج أو عدة مواقع لعلى شهرها الواندرايف وأيضا لدينا الجوجل درايف الخاص بشركة جوجل الواندرايف خاص بشركة مايكروسوفت طيب سؤال آخر ماذا نحتاج لاستخدام الواندرايف لا بد أن يكون لدينا حساب خاص بشركة مايكروسوفت طيب كيف يكون العمل مع الواندرايف عادة نقوم باستخدام أو بفتح المتصفح بالطريقة المعروفة وبعدها نقوم بدخال أو تسجيل دخول لحسابنا الخاص بالمايكروسوفت ومن ثم نقوم بعمل مشاركة نبحث عن الملف الذي نريد عمل مشاركة له وبعدها يتم فتح الملفات وعمل مشاركة له طيب كيف يتم تنظيم الملفات الموجودة في السحابة؟ يتم تنظيمها عادة على شكل ملفات موجودة في مجلدات أين توجد هذه الملفات والمجلدات؟ تكون موجودة عادة في السحابة أو في الكلاود طيب مشاركتها كيف يمكن مشاركتها؟ ما علي إلا فقط الضغط عليها أو استخدام أشخاص معين تختيار أشخاص مؤاخرين وعمل مشارك لهم فيستطيعون فتح الملفات الذي قمت بعمل مشاركة لهم طيب مع من يتم تبادل الملفات؟ عادة يتم تبادل الملفات مع الأشخاص الذين تختارهم أنت بنفسك كيف يتم تبادل الملفات؟ أقوم بإنشاء مجلد وأعطيه اسما ثم أشاركه مع صديق كيف نشارك الملفات مع الأشخاص؟ ستكون بهذه الطريقة أقوم بالضغط على مجلد طبعا أذهب إلى جديد وأقوم بإنشاء مجلد جديد بعدها أقوم بتسمية المجلد وإنشاء اسم المجلد بعدها أقوم بالضغط على مشاركة موجود فيها السهم وبعدها أقوم باختيار المجلد المراد مشاركته ومن ثم الضغط على مشاركة بعدها أقوم بكتابة الأشخاص أو الأشخاص الذي أريدهم أن يقومون بفتح الملفات التي أنا أريد عمل مشاركة لها وبعدها أقوم بإرسال الملف المشارك لهم طبعا هل يستطيع تحرير محتويات المجلد؟ على حسب الصلاحيات والأذونات التي أنا أعطيها للشخص عند مشاركة المجلدات في أستطيع أن منحة إمكانية التحرير أو أن يكون فقط مشاهد للمجلد أو الملف هل توجد خصوصية عند مشاركة ملفاتي مع الآخرين؟ طبعا لا لا توجد أي خصوصية عند استخدام المشاركة الملفات فدائما كن حذرا إذا وضعت أي مستند أو صور في مجلدات عامة لأنه جميع الأشخاص سيمكنهم الاطلاع على تلك المجلدات طيب إضافة الملفات على الواندرايف ماذا نحتاج لتخزينها؟ عادة نحتاج أن تكون لدينا نقوم أولا بتحمينها ومن ثم برفعها لعمل المشاركة فما الفرق بين التحميل والتنزيل؟ لدينا التحميل أو الرفع الأبلود ولدينا التنزيل وهو الداؤنلود الرفع أو التحميل يقصد به هو رفع الملفات من جهاز الحاسب إلى السحابة بينما العكس التنزيل هو تنزيل أو تحميل البرامر أو عفوا نقل الملفات الموجودة في الإنترنت إلى داخل جهاز الحاسب فهذا يقصد بها الداؤنلود طيب كيف يتم تحميل الملفات؟ سيتم تحميل الملفات مثل ما رأينا يوجد لدينا زر خاص برفع الملفات أو تحميلها أو الأبلود لها بعدها أقوم باختيار الملفات التي أريد أن أقوم برفعها وبعدها أحدد الملفات وبعدها أختار الملف وبعدها أخيرا أقوم بالضغط على فتح فيتم رفع أو تحميل الملفات هل نقل الملفات المشاركة آمن على جهازي الحاسب؟ طبعا لا لا بد أن أنتبه عندنا قل ممكن ينتقل الفيروسات أو تكون ثغرة في الجهاز وبالتالي يصبح جهازي مهدد بالخطر فدائما أكون حذرة مع الملفات التي يتم مشاركتها وأقوم بتفحص الملفات التي حصلت عليها من المشاركة طيب ننتقل بعدها إلى طبعا عند اختيار الملفات المشاركة أستطيع أن أقوم بعدة خيارات واستخدام عدة أوامر مثل تنزيلها أو حذفها أو نسخها أو نقلها أو إعادة تسميتها فلدي هذه عند فتح مشاركة الملفات التي وصلت لدينا طيب ماذا يطلب منك الموقع عند التسجيل فيه لأول مرة؟ دائما يستخدم أو يطلب مننا معلومات أو تسجيل دخول للموقع وهو اليوزر نيم والباسورد طيب كيف يتعرف علي أصدقائي عبر الإنترنت؟ أحسنت من خلال استخدام اسمي المستعار أو النك نيم الخاص في الحساب طيب طبعا هناك سؤال مهم جدا عند استخدام الإنترنت وهو هل نستطيع أن نجعل كلمة المرور قوية حتى نكون لدينا الأمان باستخدام الإنترنت؟ نعم أحسنتم نستطيع أن نستخدم أو نجعل كلمة المرور الخاصة بنا قوية مثلا هل كلمة مرور صديقنا علي قوية ولا تخترق؟ لاحظوا علي أندرسكور سبعة بعدها اختار الباسورد طويلة أحسنتم كلمة المرور جدا قوية فيجب أن تكون طويلة بما يكفي فكلمة مرور من أربعة حروف لا تكفي وتصبح سهل جدا اختراقها وسهل جدا تخمينها فبالتالي لا بد أن نستخدم كلمة مرور لا تقل من ثمانية إلى عشرة أحرف طيب سؤال آخر اقترح فهد على أخته مهى كلمة مرور أيهما الأقوى؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أحسنتم الأولى هي الأقوى باعتبار أنه يوجد بها حروف وأرقام ورموز والحروف والأرقام متداخلة مع بعضها البعض طيب انتهينا من الوحدة الأولى الخاصة بأدوات البحث والاتصال ومشاركة الملفات ننتقل الآن إلى الوسائط المتعددة الوسائط المتعددة رأينا أنه في هذه الوحدة وتعلمنا عدة أمور ما هي أجهزة الالتقاط وكيف نقوم بإنشاء وتحرير مقطع صوتي واكتشفنا مواد الوسائط المتعددة وإنشأنا قصة بالصوت والصورة والفيديو وقمنا بتحرير تلك المقاطع ما هي أدوات دراسة هذه الوحدة؟ استخدمنا الفاكس والمسح الضوئي للويندوز الويندوز فاكس أند سكان وأيضا استخدمنا برنامج الأداستي ومايكروسوفت إدج ومايكروسوفت فوتوز وأندر فيديو والويف بعد طبعا أجهزة الالتقاط ماذا نقصد بأجهزة الالتقاط؟ أجهزة الالتقاط هي عبارة عن أجهزة تستخدم لالتقاط الأصوات والصور ومقاطع الفيديو أعطني مثال على أكثر جهاز نستخدمه لالتقاط الصور أحسنتم الهاتف الذكي يعتبر أو الهاتف الذكية تعتبر أكثر الأجهزة استخداما لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو والصوت ما هو اسم الجهاز الذي يستخدم أساسا لالتقاط الصور؟ أحسنتم الكاميرا الرقمية أو الديجيتال كاميرا تعتبر هي أشهر جهاز نستخدمه لتصوير أو لالتقاط الصور طبعا الكاميرا الرقمية جهاز رأينا أنه أستطيع تخزين العديد من الصور ومقاطع الفيديو طيب تريد أن ترسل تقريرك الطبي الورقي إلى إيميل المدرسة كمستند إلكتروني فأي جهاز ستستخدم؟ أحسنتم سنستخدم الماسح الضوئي أو السكانر طبعا السكانر معروفة هي عبارة عن الأوراق أو المستندات الورقية نقوم بإدخالها إلى جهاز السكانر فيتم مسحها ضوئيا وإدخالها إلى داخل جهاز الحاسب فيصبح المستند إلكتروني طبعا الماسح الضوئي مثل ما رأينا يتم استخدامه لإدخال الصور ورسومات والوثائق هل تعرف هذا الجهاز؟ أحسنتم المايكروفون نستخدمه عادة لتسجيل المقاطع الصوتية كيف يتم توصيله بجهاز الحاسب؟ أحسنتم باستخدام منافذ التوصيل طبعا لدينا منافذ التوصيل وظيفتها رأينا أنها تستخدم لنا أو تتيح لنا نقل البيانات بين أجهزة الإدخال والإخراج وجهاز الحاسب طبعا ما هي منافذ التوصيل الخاصة بالمايكروفون والمكبرات الصوت في جهاز الحاسب؟ نجدها موجودة في جهاز الحاسب بهذه الصورة ونستطيع إدخال المايكروفون أو السماعة من خلال هذه المنافذ طبعا يوجد الآن لدينا منفذ مشهور خاص بمنافذ الصوت والصورة وهو المنفذ أحسنتم اليو اس بي بورت ويستخدم بشكل واسع مع الأجهزة الحديثة طيب ماذا لو انقطع سلك منفذ التوصيل؟ السلك المادي أحسنتم ممكن نقوم باستخدام تقنية البلوتوث أو الأجهزة التي لا يوجد بها أسلاك مادية طبعا رأينا وحدات قياس حجم البيانات فماذا نقصد بهذه الوحدات؟ هي التي تستخدم لقياس حجم الملفات في ذاكرة الجهاز الحاسب ورأينا عدة أنواع لهذه الوحدات ما هي أحجامها بهذا الحجم؟ لدينا أصغر عندنا حجم البيت والكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت لنرى ما هو الملف الأقل حجم من البيانات في جهاز الحاسب؟ أحسنتم تعتبر المستندات النصية هي الأقل تخزين لحجم البيانات في جهاز الحاسب طيب ما الملف الذي يأخذ حيزا بين الكيلو بايتات والميجا بايتات؟ أحسنتم لدينا الصورة عادة تتراوح حجمها بين الكيلو والميجا طيب اللي أكبر من الصورة الذي يأخذ حيزا تقريبا بضعة ميجا بايتات أحسنتم وهي الصوت تأخذ حيزا تقريبا بضعة ميجا بايتات أما الأكثر تخزين للملفات وهي البيديو حيزا تأخذ أكثر من ميجا بايت طيب ماذا نستخدم لتشغيل وتعديل دمج ملفات الصوت؟ نستخدم برنامج الأداستي ورأينا كيف نقوم باستخدامه هل نستطيع نسخ وتنزيل الصور من الإنترنت؟ أيضا رأينا أن نستطيع استخدام هذه الخاصية من خلال أدوات البحث والحفظ في شبكة العنكبوتية الخاصة بشبكة الإنترنت ماذا أملك عند تحميل أي مادة من جهازي إلى الإنترنت؟ لا بد أن يكون لدي حقوق النشر أستخدمها فأحفظ بهذه حقوقي طيب ماذا يجب علي الحصول عليه لاستخدام أي صورة من الإنترنت؟ لا بد أن أحصل على تصريح وإذن من الاستخدام الصورة من أصحاب حقوق الملكية والنشر أشكر لكم حسن متابعتكم وتمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته